مشاهدينا معانا سيادة اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد رئيس مصلحة الجهطاع الأمن العام سيادة اللواء موضوع حالقيتنا النهاردة عن التحرش الجنسي عايز عرف من حيك هل هي ظاهرة ولا هي مجرد حوادس فردية التحرش الجنسي هو وقاعة فردية محدودة جدا يعني احنا رصدنا خلال فترة الخمس ايام بتوع أجازة العيد الأطحى الفات ألف وستة وقعة كانت أكترها في محافظة القاهرة وده طبيعي جدا للكسافة السكانية فيها لم نرصد إلا 27 وقعة فقط للتحرش اللي هو بالمعنى الداخل للكلمة ودي كانت 18 في القاهرة 3 في اسكندرية 4 في اسماعيلية واحدة في أسيوت وواحدة في شبالسين احنا بنركب كاميرات الوقت في الشوارع والميادين الهامة وعلى الطرق كمان المراكز التجارية الملات ويعتاد الشباب على الفيادهم استعدموا كاميرات هم ممكن برده نسقنا معاهم وكل المحلات اللي فيها كاميرات استغلين الكاميرات بتاعتهم في ضبط مثل هذه الحالات ومتابعة المواقف هناك عين خدمات سرية منتشرة في كل المنتزهات والحدائق والمراسل النيلية وحتى خطوط الاتوبسات اللي كان مشهورة عنها الزحام في مثل هذه المناسبات المهم في الموضوع ان المتهمين دائما في مثل هذه الوقاعة من 8 سنين لغاية 16 سنة أو 17 سنة أحيانا بتبقى من قبيل استكمال عوامل الله ربما التعرض لأنسى على وجه ياختشحها ربما العقوبة بتاعتها مش رادعة إنما برضو عشان حداسة السن بتاعت مرتكبيها فالسياسة التشريعية الجنائية بتعامل الحدث لإصلاحه وتقويمه وليس لإعقابه ولكن هناك بعض الفتيات يضعنا أنفسهن طواعية واختيارا في مثل تلك المواضع ولكن هناك ضوابط اعتدنا عليها يعني أنا لما بلاقي بنتي خارجة ببلوزة وصيارة شوية على البنطالون بقول لا لا ما ينفعش كده احنا في مرحلة تحول ديمقراطي بتشهد فوضى أحيانا اكتراء على القانون أحيانا تراجع سلطة القانون أحيانا المجاهرة بمخالفة القانون كل ده عوامل تصاحب دائما التغييرات الكبرى في المجتمعات احنا بنتصدى لكل الظواهر ولا تقلقنا مثل هذه الأمور لأننا نعلم قدرتنا وقدرة المجتمع على ضبط إيقاعه وعودة الانتظام إلى الحياة الاجتماعية كما عهدناها في مصرنا سيدة اللواء عبد الفتاح وصمان بشكرا حاجة جدا على هذه الأرائق القائمة ودائما موجود معنا في طبط الشرع شكرا شكرا